السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذت قضية تعدد الزوجات حيزاً كبيراً من الجدل في المجتمعات الإسلامية بمن فيهم الفقهاء الفقهاء الذين أفاضوا في الحديث عنها من حيث حكمها وضوابطها وشروطها ومقاصدها ربما تحظى قضية التعدد في الوقت الراهن بأهمية مضاعفة بعدما آلت إليه أوضاع المجتمعات العربية والإسلامية من حروب وما ننتج عنها من أعداد كبيرة من الأرامل واليتامة في هذا السياق تنبع أهمية الحديث عن التعدد ومقاصده في الشريعة الإسلامية وإلى أي مدى ما زالت هذه القضية تحظى بمساحة كافية في الوعي الإسلامي الجمعي أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذه الحلقة من برنامج مقاصد للحديث عن هذا الموضوع معي في الستوديو الشيخ عصام تليمة الباحث الإسلامي أهلاً ومرحباً وسهلاً بكم شيخ أهلاً وسهلاً بكم سيدي ومرحباً هذا الموضوع قضية التعدد ربما أخذت حيزاً كبيراً من الجدال وتداخلت مع الموروث الشعبي في المجتمعات الإسلامية لو أردنا تحرير هذا المفهوم وتخليصهم من الشوائب التي لحقت به من خلال الموروث الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية ماذا يمكن أن يقال في مفهوم تعدد الزوجات؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سنة رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد وطبعاً الموضوع اليوم أشبه بعملية الشهادية يعني مش هول انتحارية إنما على الأقل بس عشان ناخد أجر الشهادة إذا جررنا حاجة يعني الموضوع للأسف شأنه شأنه كثير من الموضوعات المهمة في حياة المسلمين الذي يتناول إما بإفراط أو تفريط إما بمن يغالي جداً في الرفض أو يغالي جداً في التأييد وبين هذين الطرفين يقف الخط الوسط خط الوسطية التي تنظر للأمر بغض النظر عن حالة المجتمع لأن للأسف الضغوط التي تمارس على الفقيه أو الداعية أو الباحث في تناول مثل هذه القضايا الشائكة شديدة جداً هناك ضغط العامة جمعيات النسوية والنساء معظم النساء تكره التعدد النساء المتزوجات والنساء الأرامل والنساء العانس والنساء التي عندها ظروف تنظر إلى أنه هذا حل فعلى حسب نسبة المجتمع التي تعيش أنت فيها هل فيها نسبة الحاجة أم نسبة الاكتفاء إذا كان فيه نسبة الاكتفاء فيسبب ضغطاً على الباحث بأنه يظل واقفاً عند الرفض إذا كان نسبة الحاجة فيظل الضغط عليه بالدعوة إلى الحاجة والفقيه الإسلامي الصحيح لا يقف عند ضغوط المجتمع بل هو يضبط مصلة المجتمع إذا انحرفت عن جادة الصواب وجادة الطريق الأصل أن الفقيه طبيب لا يليغ بالطبيب أن يكون مريضاً كالمرضى لا نقصد بذلك أن مجتمعاتنا مريضة إنما هناك أفكار وكان هدف صلى الله عليه وسلم في حياته دائماً تصحيح المفاهيم أتضرون من المفلس؟ قالوا يا رسول المفلس فينا من لمال له ولمتاع فبين من المفلس؟ أن المفلس هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا إلى آخر الحديث وقضايا كثيرة جداً أنصر أخاك ظلماً أو مظلوماً أو كذا ده دور الفقية فقضية التعدد من هذه القضايا شأنه كقضايا الفن والجمال والذوق والحب لوثها قضايا أصلها جميلة وطيبة لوث الملوثون وأفسد المفسدون دور الفقيه المسلم العودة بهذه المعاني إلى أصلها دون انحياز ولما ننظر إلى تناول الغربيين إلى قضية التعدد في الإسلام كلامهم كان منصفاً عن كتاب مسلمين كثير يعني جوستف لوبون في كتابه حضرة العرب تكلم كلاماً مهماً عن التعدد في سياقه علينا أن نفهم هذه القضية في إطار أنها قضية اجتماعية أكثر منها قضية فيها الشق الديني لا أحد ينكره لكن بالأصل هي قضية اجتماعية يحكم ويفتى بها على أساس القضي الاجتماعي إنما للأسف نحن نجد هوس عند بعض إخواننا المتدينين من توجه معين وإن التعدد الأصل والتعدد سنة والتعدد واجة والتعدد كذا ويخرج قبالته أو قبال من يقول لا وليس التعدد كذا والسبب بين الطرفين هي قضية لا تحركه النصوص الأولى الفقيه والباحث الإسلامي ألا يعني يمشي وراء نتيجة ولا يضع نتيجة إنما يمشي وراء الأدلة ويغمض عينيه ويتبع الأدلة بغض النظر عن السياق بغض النظر عن السياق ثم نأتي بعد ذلك لقضية هل الناس أنا وأنت مسف هذه القضية طلع الرأي بقى يوافق هواي أم لا يوافق هواي أنا أستطيع أن أنفذها أم لا أحبها أم لا أحبها قضية ثانية وده كان مادة سيدنا عمر بن الخطار غيور جدا على النساء يغار بشدة ولكن غيرته وحدودها المص حينما رأت امرأة زوجة عمر تخرج للصلاة في الليل سن عمر غيرت الدنيا وفيه كلها فقالت لها المرأة أو ما تخشين من عمر قالت مما قالت أن يمنعك قالت لا بل يمنعه هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله عمر أغير الناس على الأمة النص منعه ولما جاء يروي الحديث ده سيدنا عمر فإبنه قال والله لنمنعهن نمنعني سيدنا أنا أتركهن يصلينا في الليل فقال قبح الله رأيه أقول لك قادة الله تقول أقول وقطعه عمر بسبب نزل آيات الحجاب على نومات المؤمنين وبسبب الموافقات التي فعلها والأوليات التي فعلها عمر رضي الله عنه لكن عمر نموذج للمسلم يقف عند حدود النص الشرء الذي يحركه لا يحركه العامة لا يحركه الاجتماعيات لا يحركه أحد وإذا كان النص أو إذا كان هواه يقول بشيء غير النص أو يعني النص بالنسبة لي وإذا كان هواه عكس النص لا يطوع هواه من النص هذا هو الواجه في هذه القضية وفي غيرها إذا أردنا أن نتعامل مع هذه القضية بإنصاف ننظر إليها من حيث النصوص من حيث الواقع إسقاط النص على الواقع ومآلات هذه النصوص والأفعال هل تؤدي إلى المفاسد أو المصالح وكل واحد وهناك حالات يفت فيها جماعيا وحالات يفت فيها فرديا سنناقش هذا ونبحثه بمزيد من التفصيل وأناقش معك الغايات والمقاصد التي شرع من أجلها هذه الشعيرة شعيرة تعادل الزوجات ولكن دعني أن تسمح لأذهب إلى فاصل الآن ثم نعود بعد ذلك متابع بعد الفاطل أعزائي المشاهدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 123 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أسعدكم الله مشاهدين الفاضلين عدنا إليكم لمواصلة الحديث عن قضية تعدد الزوجات ومقاصد الإسلام من هذا التشريع والحديث دائما مع الشيخ عصام طليمة الباحث الإسلامي مرحبا بكم مرة أخرى مرحبا بكم شيخ عصام يعني تكلمت في مفهوم تعدد الزوجات لكن ربما يكون من الضروري معرفة الغايات والمقاصد والحكم التي سعى الإسلام أو الشريع الإسلامي إلى تحقيقها من وراء هذا التشريع الذي مثل في عصره ثورة على المفاهيم التي كانت سائدة في ذلك الزمن ده أنا نقف عند نقطة مهمة جدا لا يوجد في الإسلام عنوان اسم متعدد الزوجات بالمناسبة يعني لا يوجد في الإسلام شيء اسم الزواج الزواج بقى يكون ده الأولى التانية التالتة الرابعة حكم الإسلام عشان الناس بس ده نقطة مهمة أوي مفتاح كل الموضوع كثير من الناس يسألني ما حكم الزوجة الثانية يقول له هي نفسه حكم الزوجة الأولى نفسه حكم الزوجة الثالثة نفسه حكم الزوجة الرابعة تعتريها الأحكام الخمسة تكليفية تماما الأولى زي التانية زي الثالثة زي الربعة قد يكونوا واجبا قد يكونوا حراما كنت سأسألك عن هذا قد يكونوا مباحا بس دي نقطعنا للم ده عنوان فما فينش في الإسلام عنوان اسم التعادل للزوجات فيه في الإسلام عنوان اسم الزواج وأحكام الزواج وما كانش الصحابة أبدا ولا المسلمين بيهتموا الحاد بداية القرن العشرين بأولة ولا تانية ولا تالتة ولا ربعة كان اسم زواج اللي عنده مبررات وأسباب وحكم الشرعي للزواج بأولى بتانية بتالتة وكذلك وجد عزاب علماء وكتب في ذلك شيخ عبدالفتاح بغدة العلماء العزاب الذين آثاروا العلم على الزواج وجد النووي وبن تيمية وعدد من العلماء الشاهد أني لم تكن المسألة مطروحة بهذا الإلحاح الذي يطرح علينا الآن كانت القضية معيشة طبيعية وكنت ممكن تجد اللي يتزوج برضو شيء اللي يتزوج واحد أكبر منه أو أصغر منه أو من سنه أو امرأة تزوجت قبله واحد واثنين وثلاثة طبيعي يعني أصب القضايا الإشكاليات اللي احنا عايشنا دي ده من واقع الميديا والإعلام العصر الحديث هذا أنت مدام تستبقت السؤال شيخ عصام أريد أن أسألك عن حكم ثم نعود بعد ذلك ندلف إلى المقاصد يعني ثمت خلاف يعني بحسب تحضيري للحلقة وجدت أنه ثمت خلافا بين الفقهاء وبين العلماء في قضية حكم الحكم التكليفي لقضية التعدد ولا ما شحته في الإصطلاح هل هو واجبا أم سنة أم منبوب أم مكرم يعني هناك من يرى من الفقهاء أنه الأصل الواحدة الأصل الأصل لكن الباقي مباح يعني إحنا قد تكون مباح وقد تكون واجبا وقد تكون حراما من على من يحرم تحرم اللي يحرم على التانية هل يحرم على الأولى بالمناسبة الذي لا يستطيع أن يقضي وطرها لا يستطيع أن ينفق لا يستطيع أن يقوم بالقصد والعدل على واحدة أو على اتنين وازتعد يحرم أم يكره لا إذا كان يعجز العجز الجنسي والعجز المالي والعجز العادل خل يحرم المكروه ده لو كان عنده الاحتمالية يقصت أو لا يقص فيه احتمال وخمسين وخمسين هنا أصبحت مكروه مباح يستطيع أنه يصبر ولا يقع في الحرام والعدل عنده غير متأقن واجب لا سيقع في الحرام وإلا متزوج سيقع في الزنا هنا يجب عليه الزواج سواء كانت أولى أو ثانية يعني افترض أنه أمرأة واحدة لا تكفي لظروف معينة لمرض لغير مرض لا تكفي بأي شكل مكان وعنده يعني القدرة المالية وعند القدرة الجنسية وعنده كل القدرة بزيادة عند إذن أباح الشرع ودي قدارة مقولها الناس يقول لها الإسلام يظلم المرأة لا لا يظلم في دين زي ما بالضبط الإسلام أجاز للمرأة إذا لم يستطع الزوج أن يعطيها حقها الجنسي بتذهب لقضوة يفرق بينها وبين الزوج لا ننزل للمرأة إنها خائنة ولا لم تراعي العشرة ولأنها تفكر في الجنس هذا حق شرعي الزواج شرع لقضاء وطر الزوجين سيدنا عمر لما سمع المرأة تهز جوانب السرير لأن زوجها بعيد وأمر بالجند أنه ما يحدش يقبه أكثر من أربع شهور ومع ذلك الشرع مش غير اللي قاله سيدنا عمر بالمناسبة وسيدنا عمر اكتهد على حسب زمانه سأل لسيدة حفصة كم تطيق المرأة من فراق زوجها فأشارت أربعا واستدلت بذلك يجي في دماغها بالآية للذين يقولون من النساء امتربصوا أربعة أشهور من الإلاء أربع شهور بعدها تطلق طيب ده سيدة حفصة اكتهدت لبناتي زمانيها بأربع شهور في جيل ممكن يستحمل لا سنة في واحدة ما تستحملش يوم واحد شرعا مش من حق الزوج يهجرها ولا يغيب عنها اليوم ده فهنا الإسلام بينظر إلى حاجات الناس هذه النظرة ما هياش قضية الرجل والمرأة لا لا ده الرجل والمرأة لو أن المرأة اكتشف الزوج أصبح عاجز جنسي ترح تطلب التفريق لا ينفق القوامة تطلق بيخنها خيانة الزوج نفسي خيانة الزوجة أذكر في مرة في إحلى القناة الكبرى والمزيع بتقول وكان معنا ضيفة فبتقول لي وتم عمل إحصائية وثبت أن عدد نسبة الخيانة عند الرجال أكثر من النساء قلت لها غير صحيح قلت لها إذا تقول لي النسبة خمسين خمسين إزاي قلت لها إني ما فيش راجل خاين إلا مع امرأة خينة يعني فوت بالنهاية حالات الخيانة لما بيكون طرى فين إلا لو كان راجل شاز والعزو بالله بقى يبدأ أسمدها ده حاجة تانية إنما ما فيش فهي الأزمة إن إحنا بنتناول القضايا سجهاد في هذه المسألة إني بناخدها من باب التعصب للجنس ذكر أو أنثى أو التعصب أخدها بعيد عن اللا فالشرع هنا بيتعامل مع الأمور الخطايا المباحات المحرمات الواجبات الرجل والمرأة فيها سواء والتشريع ما تحط تحط للتنين لماذا وضع هذا التشريع؟ وضع هذا التشريع أولا جاء الإسلام ليهذب غرائز الناس كان قبلها بيتزوج العدد الوعيزة فجاء الإسلام ونزل بالعدد إلى أربعة واللي عند زيادة يفرق وجاء وله أهداف فيها فيها أهداف اجتماعية فيها أهداف نفسية وصحية وفيها أهداف على حسب هو نفس مقاصد الزواج بتاع الزوجة الأولى بالمناسبة يعني أنت عايز إمن الزواج العفة التدين حفظ نفسك من الخطأ حفظ بصرك من الغض إعفاف زوجتك هي تعفك إلى آخر والقرآن لمن هنا لباسوا لكم وأنتم لباسوا لهم ألا يكفي واحد ألا يصلح المجتمع بالزوجة واحدة؟ إذا كان يصلح فخلاص علي بالواحدة إذا كنت لا تستطيع أن تفي بحقوق الأخرى يحرم عليك القصد من حيث الأصل يعني هذا التشريح هذه الشعيرة جاءت في الإسلام الغاية والمقصد النهائي من هل فقط يعني ليلبي حاجة الرجل؟ حاجة الرجل والمرأة ما حاجة المرأة في هذا؟ حاجة المرأة هنا لأنها تحتاج إلى رجل يعني ما الذي يجعل المرأة تقبل بأن تكون زوجة ثانية؟ نسبة في المجتمع أنا يعني شخصيا لا أدعو منش من المشجعين ولا الداعين إلى التعدد لكن الشرع شرع نتكلم فيه كشرع فمن أقول إذا وجدت هذه الحالة هل فيها ما يمنع شرعا؟ لا الدكتور عبد الحريم محمود الله يرحمه له كتاب اسمه العبادة حكم وأسرار وكان تعرض إلى قضية مهمة كانت فيتون الساعتة ولما منع القانون تعدد الزوجات طيب ما البديل؟ اتعامل تعدد الخليلات فزوج واحد مسلم أشعر زيغض بربنا عنده ظرف لا يستطيع به أن ينام مع زوجته فتزوج زوجة أخرى بعلم الزوجة ولكن زوج عرفي فبلغ عنه أحد المواطنين الشرفاء يعني اللي في بلادنا فإن ده متجاوز زوجة تانية فقل البوليس فسألوا يعني مين دي؟ قال لهم يعني واحدة طيب زوجتك لا من زوجتك؟ قالوا بس انت بيتنام معا قال لهم نعم تعشرها نعم تنفق عليها نعم من تكون؟ قال عشيقتي أرتبحنا أسفين والله أخطأوا تركوا هاي قوانين وهي تشريع تبيح الحرام وتمنع الحلال المباح يضبط هذا المباح لا مانع والإسلام حط له ضوابط أصلاً يعني إنما نمنع لا هذا لا يقول شرعاً وبالمناسبة التعدد هو ثقافة مجتمعية أكتر منه يعني أكتر منه ثقافة شرعية ناس بتقولها للناس كيف ذاك؟ بمعنى إن في مجتمعات التعدد فيها شيء طبيعي بالنسبة للناس عادي في العراق في الخليج حتى في مصر كان في الريف وفي الفلاحين إلى فترة قريبة عادي الأمر بالنسبة للناس لم يكن فيه هذا الهوس أو الضغوط لم يكن هوساً عند الرجال مزاج عنده يعدد مرة وثنون ثلاثة ولم يكن غصة في حلق المرأة الجزء اللي أكبر لحصل فيه الإهلان فهي المسألة مجتمعية أنا جدتي أم والدي الله يرحمها تزوجت أنا والدي مرش ولا أخ شقيق كل يوم إخوة الأم وجدت الله يرحمها تزوج عدد وهي تزوجت طلاء فزواج فطلاء فزواج طبيعي جداً وصار المجتمع بالشكل طبيعي ولم يقل المجتمع على كيف تبقى أول زوجته بواحدة مطلقة إنما إحنا مجتمعنا النهاردة بيت تجي تجاوز ابنك يتجاوز مين؟ بس ونفسي حالة التعدد وغيره أنها مشكلة مجتمع وثقافة مجتمع وشكلة شرع النهاردة الناس تجي أنت تتزوج واحدة أقل منك في التعليم حبتها يقف أهلك يقف الناس والله تلاقي الناس يقول لك أنت وسيم ومتزوج واحدة أقل منك جمالاً يا جماعة القصة الجمال شيء نسبي أنت عايز تحكم على عصام لما يتزوج بمعايير الجمال اللي عندك معايير الجمال اللي عندي غير عندك واحد ممكن يحب الصمرة واحد يحب البيضة واحد يحب الشقرة الجمال نسبي وكل إنسان يرى محبوبة هو الجمال وده بنظر غير نظرة الآخرين إحنا مشكلتنا عايزين نحكم على الجمال والتعدد والحياة بمنظر واحد لكن ثم تمن يغمز من قناة الطبيعة البشرية متهماً التعدد التعدد الزوجات وجمعهن ومراكمتهن كما يقال بأنه يناقض الطبيعة البشرية إذا كان يلبي حاجة الرجل عنده شبق عنده شهوة عنده حاجة مزيد حاجة فإنه في النهاية يتناقض ويتعارض مع طبيعة وكينونة الأنثى المرأة الزوجة الأولى المرأة الكلام ده كان لحد بس بداية القرن العشرين عشرين قرن من الميلاد وما قبله مش عارفين يهد إيه هتولي أدبيات في المجتمع تكلمت عن التعدد بهذه الصيخة محصلش إذن ده تغير مجتمع تغير ثقافة وورا تتغير بالعكس فأنا النهاردة محولش الشرع لثقافة الشرع ممشيش وراء المجتمع المجتمع يحكمه الشرع قبلنا أن نقبل ما النبي على صلاته السلام اللي هو نفسه معدد الصحابة عدده رفض أن يعدد عليه بن أبي طالب على ابنته بس رفضوا من باب إيه لما قالوا إن سن علي أتزوج بنت أبي جه غضب صلى الله عليه وسلم بس سن علي راح يستشاره فقال والله لا يجمع الله بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في فراش واحد ليس من حيث المبدأ وأنا ما أيوة هنا ده بقى الشهد إن ده مكانش تشريع اتكلم كأب بغير على بنته ولذلك لو المرأة اشترطت على زوجي اللي يتزوج عليها من حقها شرعا قبل الزواج قبل الزواج لو اشترطت على الزوج لو اشترطت اللي يخرجها من أهلها من بلديها وحتى أبوها لو اشترط عليه فهذا من حقه ولو اشترط أبوها من حقه كل ده حقوق الشرع هنا ما جاملش زي ما قال إن ده جائز أهل ده جائز برضه خلاص كل واحد بلي يتحمله بما يتحمل فقال والله لا يجمع الله بنا بنت رسوله بنت عدوله في فرق ومع ذلك قال إيه أما إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا ولكن فاطمة مني ويغضبني ما يغضبها إذن ده مقام إيه عاطفة أب لكن التشريع سابت ده اللي أنا أقول للناس يا جماعة أنا والله رأي الشرع في الله دي قال لكن أنا ما بعمل زي ما ساعتنا كلين من الناس يسألنا المرأة يا جوز تمثل لقول له تقبل مراتك تمثل يا عامو أنا تم هتقول لي يجوز الإنسان اللي محتاج يسأل الناس أقول لك آه تقول لي تم يجوز إنك تتسول لا مش هتسول يعني أنا أنا مش حتى لو احتاجت مش هسأل الناس بس بقول لك في فرق من ما يجوز للناس واللي هنا في الإسلام الضعيف أمير الركب منفعش نحكم الناس في التشريع بالقوي لا ليه النبع رسوله سمه هاجر ليلا وهو أشجع الناس لأن في ضعاف لو هاجر بالنهار هيحرقهم فهاجر علينا عشان يرفع الحرق عن كل ضعيف يقول لك دي عمي دا أشجع خلق الله هاجر علينا لكن تحدثت أنا أن غاية من غايات أو مقصد من مقاصد التعدد في الإسلام هو خلق التوازن وتلبيط حاجات الناس نعم السؤال هو إلى أي مدى المجتمعات المسلمة اليوم تتمتع بالقدر الكافي في وعيها الجمعي بهذا المقصد بهذه لا لا يوجد هذا لأن الإعلام غلب الخطاب الشرعي في هذه المسألة الإعلام والأفلام يعني حتى المجتمعات اللي كانت عربية وكذا وكالأمر دا متقبل عندهم وبيموت الأخ بيستطرك أيتام فبيتزواجها أخوه ويضم أولادها لأولاده وهي إلى زوجاته ويحمل الحم لأنك تنمي الحالات دي بيقى سببها إيه يعني مثلا أحد علماء العراق من علماء الكبار المعروفين الله يعني يدي الصحة فبيقول أن كان فيه إحدى زوجة أحد الإخوة الفلسطينيين توفي وقالوا إحنا كل شهر كنا نقعد نجمع فقالوا جماعة كل شهر نقعد نجمع لا أخي كن ربنا ويسسر له يشيل الأولاد بالزوجة ويرب لأن في النهاية الناس التعدد السلهاد مش مسألة برضو كمان في جزء منه مهم إحنا لو نصرنا للزواج بأهدافه العليا سواء كانت أولى أو تانية هيتشال من قدام عيننا الغشاوة الكاملة دي جزء من الزواج مش معلسألة الإنفاق ومسألة الشهوة حتى اللي بيتزوج واحدة عندها أولاد لأن الولد محتاج راجل لبيجي عندي سن المراهقة مش هينفع أمه تقول له كيف هيتعامل مع المراهقة توازن النفسي دي المجتمع أقول لك شيء حتى زوجات الشهداء في فلسطين وفي مصر وفي غيرها يخليها حاجة بيولوجية زي بيتي البناء أدمين هنفتيها بإيه دي ومن سيؤتمن على أولاد شهداء ولا يتام ولا أرامل إلا إنسان يكون صاحب خلق بربي يقدر يربي طب اعكسوا الأخت اللي بتبقى رفضة دي اعكسي لو أنت اللي في الوضع التاني طب لو الراح يقول لك طب معايا فلوس طب يشوف شاب عازم يتجوزها طب ماشي يعملها ما عندناش أزم طب اعكسي لو أنت اللي في الوضع اللي في العكس أنت اللي دي أرملة وصديقتك زوجها ساعدك مرة في مشواف الغيرها تتحرك في قلب صديقتك حتى لو أعز صديقاتك طبيعة لكن زواج خلاص مش هتشك في حاجة واضحة هنقول ده لمن يملك لمن يستطيع فالمقاصد المهمة في الزواج بوجه عام تغيب عن أذهان الناس يعني أنا أنا ربيت يتيب ولازلت أذكر بالفضل زوجة عمي كان لنا عمي وكلما يقصرت كل أسبوع جزرنا وعمرها مغارت أو أصابتها الغيرة أني جاي زرنا وأمي يعني من أول ما توفي والدة الله يرحمه أغلقت هذا الباب لم تتزوج لكن دي حالة فردية يعني عمي الله يرحمه وعمي مرات عمي ربنا يديها الصحة هذا العقل مش موجود عند كتير من النساء أني لما يتقرأ أصرف في الثلاث مئنان على أولاد أخوه في الزيارة الأسبوع تقول له لا روح لأولاد أخوك كسيرات من النساء لا لا تتحمل حتى الزيارة من العباب حتى لو الأولاد والأم مش موجود شيخ إصام هنا هنا السؤال يعني كيف السبيل إلى استعادة المسلمين وعيهم بهذه الشعيرة أو بهذا التشريع وعيا مقاصديا يستوعبون من خلاله المقاصد والغيات الكلية التي سعى الشرع إليها أن يتعاملوا معه بحسب وضعه الطبيعي إذا كان طبيعيا كيف ذاك؟ كيف ذاك لأن إحنا الأزمة في أزمة الرجالة يعني كلام نظري طبيعي ليه الصورة السلبية دي جاي والمقاصد دي غايمة عند دماغنا لأن الرجالة عندنا ما تعرفش من الشرع لأن الشرع حلوله أربعة طب ما قال في جهات وقال كلمة حق أنه سلطان الجائر وقال أنك تدي مرزقتك حقها كل دا انت محيته في صلاة وتلاقي مثلا يقول الكلام دا واحد ما يصليش واحد مش متدين فما عجبوش في الدين كله غير الشرع حلوله أربعة فأصبح دا جزء من المشوهات وده خلى عند المرأة أني طب تعال الأول دي نحاق ليه مؤثر في بيته ومهمل ولا يطيع حقها حتى كزوجة وراحوا لي أنا هتجوز بقى أي عقل فجزء كبير اللي بيحسمه أداء الرجل إذا كان الرجل فاهما لهذا التشريع بضابطه بأسبابه بملابساته بمقاصده والله هتلاقي الزجوز وتقول لك لا يعني أنا أراه أنا فعلا في هذا الجانب لا أقوم به وحدي فالشاهد الجزء العاملين أن إحنا أولا نزيل اللبس الذي حوله أن يسير مسيرتها الطبيعية ما يبقاش هوس عند الرجالة ولا يبقى شيء مرعب ولا شيء بهدب به الزوجة لأن كتير من الأزواج لك أتجوز يعيشها على الرؤية اتنين من أسباب التعدد عند البعض التعدد اللي هو في غير سياقي الطبيعي شك الزوجة دايما من متجوز انت متجوز فالموضوع يطلع على المال فبيعملوا مش من باب برضو الشرع ولا المقاصد خاص نعم لكن يعني شيخ عصام أنت تتكلم عن الموضوع من منظور اجتماعي في بلدان مستقرة الآن في هذا الواقع الآن في بلاد مثل سوريا العراق اليمن ليبيا نحن أمامنا مئات الألاف من الأرامل واليتامة في هذه الحالة ما هو حكم التعدد هل يتحول إلى فرض وواجب على القادر مثلا لا يتحول على القادر أو إلى واجب كفائي بمعنى الواجب الكفائي الذي يقوم به إذا كان وصلت الحالة بالناس نساء أرم بهذا العدد وبغيره ووجود أيتام يحتمون إلى حاضنة ولا تكفي ذلك الجمعات الخيرية يكون دواجب للعلماء إلى تشجيع الناس على فتح هذا الباب إلى معالجة هذا الأمر حتى لو أدى الأمر أن القادر يعدد القادر على العدل والقدر على المال والقدر على العدل الجنسي والتربوي كيف تتحقق معرفة الشخص بأنه قادر عن العدل؟ معرفة الشخص في أنه إحنا هنا مطلوب العدل المادي أما العدل القلبي ده مستحيل حدي أو أبدا كان صلى الله عليه وسلم يقصب بين زوجاتي ويقول في الحديث الفصائي بن حبان اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني بما تملك ولا أملك اللي هو إيه؟ قلبه أنت أولادك حتى بقى خليك المتزوج واحدة عنده خمس أولاد بتحب مين؟ الطائع الزكي المتفوق دراسيا لكن تظلم بينهم في التفريق في الحقوق؟ لا ده لا يجو الشرع هنا ده المقصود هنا أني العدل أعرفه إزاي أن أشعر أستشعر أني عندي القدر على ذلك طب اكتهدت استشعرت وطلعت ظلمت خلاص أصحح هذا الظلم ما جيش بأحد شقائي مائل فدي مسألة تنضبط بشعور وده ببنف معاملتي لتزوجتي الأولى إذا أنا متزوج وأنا أعدل وهي نفسها تشعر لك لا فعلا أنت تستطيع وتشجع على ذلك لكن أريد التركيز على هذه النقطة من فضلك شيخ حصام يعني الآن في الواقع الحالي للدول العربية التي فقدت الألاف بل مئات الألاف من شبابها يصبح التعدد على من يملك أو يرى في نفسه القدرة على العدل المادي والعدل في الإنفاق والعدل في الوقت يصبح عليه فرضاً لا أهل أنت ماذا كفائي أولاً علماً أن ربما من علماء النفس وأخصاء النفس من يتحدث عن أن هاء أولاء النساء ربما يعني ينتج عن ذلك خلل نفسي في المجتمعات والحراف ونشوء جيل بلا حاضنة أبوية إلى آخرين من علاج هنا نعم إما يعني نتحرك بشق على إقناع الشباب العازم العازم اللي ده لم يتزوج أنه لا عار لا حرج في أنك تتزوج بأرملة أو متزوية من قبل لكن عدد الرجال صار أقل من النساء يعني أنا بقول إذا عندنا نسبة دي حاجة تانية إنما لو لا أنا عندي نسبة شباب مش متزوج وأبدأ أغرس في ثقافة أنه لا مانع أنك تتزوج بامرأة أرملة بامرأة متزوجة من قبل مش عيد ده جزء إذا ما غطاش جزء العازم ليس عيباً أم مستحباً شيخ حيصان إيه؟ ليس عيباً ده لا مستحب طبعاً هنا أقول نفسنا وقال له يعني هلأ سيدنا جابر لما قال له هلأ بيكراً تضعب وتعبك فقال له لا إن أبوي يعني عبد الله ترك أولاداً سيبلي أولاد صغيرين عايز ربيهم فعايز واحد أتربي فاللي متجوزة قبل كده العاطفة عندها بتاعة التربية فإذا كان المجتمع بيتقبل ده بيعملها نغرز من أبنائنا وشبابنا في هذه المجتمع التي فيها الكوارث دي العازم الأول يتفضي بقى الأولى ويساعد في ذلك أرباب المال طيب لأ لنا العدد عندنا نسبة لأ الرجال أقل ولا تحل إلا بقضية التعدد خلاص أصبح ده بيحكمنا به الواقع يعني شيخ حصام معذرة على المقاطعة لكن أنا ربما لسنا هنا معنيين بمناقشة هذا الموضوع من منظور فقهي بقدر ما هو من منظور فكري بمعنى التعدد هنا كيف يمكن أن يكون سبيلاً لإصلاح المجتمع ومنع انتشار الخلل النفسي والضياع وفلتان الأولاد مثلاً في الشوارع كيف يمكن أن يستخدم وسيلة لإصلاح المجتمع في هذه الحالة من مطلق التشريع الإسلامي نفسه نعم هم تشريع من مطلق التشريع النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج سيدة أمه سلمة وضحت فرفضت في الأول قالت لنا يعني كبيرة وغيورة وعندي أولاد فقال لها أما السن فأنا كبير أنت كبير أنا كبير وأما الغيرة فالزمن كفيل بإني يخفب يعني غيرة جديدة يعني وأما أولادك فيضموا إلى أولادي هو ده شوف ده واضحة فإنت لأن لو ترك وده اللي قالته المرأة التي ذهبت تشك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول لاته تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما أيت له جملة أستاذ جهاد أتأرجونا المشاهد الكريم يركز فيها أوي وإن لي منه عيالا إن تركتهم إليه ضاعوا وإن تركهم إلي جاعوا لا خاصة ضر الرجل وضر المرأة في البيت جميل لو سبتهم ويضيعوا فضر التربية عند المرأة هي اللي بتربي وإذا سبتهم لي جاعوا لأنه منفق فهنا لما تفقد المرأة تكامل هذا الجزء لا تحتاج في بعض النساء بتستطيع تتغلب على ذلك وتعاوض الأولاد قدر الاستطاع لكن دي حالات فردية لا يبنى عليها لا يبنى عليها فهنا اللي بيحكمنا الواقع والنص يأتي ليسهم في ضبط هذا الواقع فالواقع بيقول في عندي مجاعات في عندي كذا وده اللي حصل في الغرب لما حصلت المقترب ده اللي اضطر المرأة تنزل للعمل الحرب العالمية الأولى والتانية اضطرت المرأة الأوروبية للنزول للعمل ومن يومها المرأة منهاكعة في الشوارع في العمل ليه؟ لأن سوق العمل محتاجه اشمعنا سوق العمل نزلت المرأة ولما تحتاج في حاجتها النفسية والتربوية نقف ونتصلب ونتشدد فالإسلام بينظر في حاجة القضايا نزرت إن لأ دي احتياجات والإسلام ما نزلش عشان يمنع شهوات الناس ولا نزغتها ولا النزوات أبدا بل جاء ليهذب الغرائز في شهوة ربنا خلقك بيها مش هتنتهي إيه اللي هو نسمى مخطوع الشهوة فالإسلام مش هيقول لك امنع الشهوة يقول لك لأ فرر الشهوة فاللي ربنا قالك عليه ده مكان الإفراغ الحلال كل الشهوات كل الشهوات مالا جنس مرأة مناصب لا مانع أطلب المنصب أطلب المرأة كتير منك شاب يقول لنا عايز أتجوز تنصحني بيقول له ايه اكتف ورق انت عايز ايه من الزواج وهتضيف ايه ل الطرف الآخر من الزواج وعايز هو يضيف لك ايه حتى لو كان هدفك الرئيسي منه الجنس عشان ما بتستحملش وعايز ده مش هين نعم شيخ عيصام يعني بالرغم من وجود هذا الخلل في المجتمعات الإسلامية وخاصة المجتمعات الساخن التي شهدت حراكا شعبيا إلا أن هناك إعراضا في ما يبدو عن هذا التعدد هل يمكن القول هنا بأن الموروث المجتمعي تغلب على فهم الناس المقاصدي والشرعي ولماذا الموروث المجتمعي ده جزء مش بسيط والذي سعى إليه الإعلام والأفلام المصرية الإعلام والأفلام المصرية صورت المرأة الزوجة الثانية على أنها خطافت رجالة ست خينة ست لعبية امرأة لعوب والرجل ينتهي مستقبله مع زوجة وبيدخلي ببيته وخرب ببيته ليه لإني ثقافة الناس تغيرت بقيت الأفلام النهاردة الزوجة الثانية الزوجة الثلاثتاشر مش عارف إيه وكل الأعمال الضرامية ما عدا عمل واحد والجاب من باب السخرية والفقاء اللي هو المسلسل الحجم تولي اللي تجوز وقاب بيبانا أنه رجل مش مسألة عادلة ده ما هو بتسلق أوه ما هو يعني بيرضي نزبوته كرجل أنه هو له رغبة في النساء فجزء من استقبلة تغير الضيق الإعلام اشتغل عليه والدراما عامل مؤثر في حياة الناس شئنا ما بينه وإحنا كمسلمين وكمتدينين وكمشيخات قصرنا في هذا الجانب فغير من قناعات الناس في التعدد وفي غيره الأفلام والإعلام وأصبح علينا عيب يجبر لذلك الأستاذ صدق الله رحمه لما قاله حسين صدق الممثل المصر المعروف وقاله نعزة توب وبطل تبسل قاله لا ده أنت بفيلم واحد بتهدم لتلتمائة خطوة من اللي أنا بخطوطه وعشرين كتاب بفيلم واحد أنت بس أثبت العملية ودي حقيقة فالإعلام والدراما العربية والمصرية على رأسها كانت أكبر عامل في تغيير قناعات الناس في قضية التعدد طبعا نرجو أن لا يكون الحديث فيه دعاية للدراما لكن لو سمحت لي سؤال شخصي يعني أنت في بداية في مستهل الحلقة قلت بأنك لست من دعاة التعدد يعني كيف توفق بين هذا الرأي وبين ما تتحدث به وخاصة أحاجة المجتمعات الإسلامية لهذه القضاة يعني لست من الناس اللي هو يعني شيء الهم التعدد ومتحرك به لأن في ناس أضيطها التعدد في مشايخ أضيطها إنه لا والتعدد والأصل القصة عندي مش كده يعني القصة عندي مسألة بقول أن هي يعني ليس عندي لها رأي لست من الداعمين داعين له ولا الرافضين له إنما أنا رأيي بينطبق على كل حالة بحالتها ده اللي أنا بقصده من إيه القضية ويعني أنا على مذهب الجبناء زي بقوله على مذهب التوحيد في العقيدة والتوحيد في الزوجة يعني لكن من عنده القدرة على ذلك والحاجة والظرف لا أمنعهم لأ لا أحلوا حراما ولا أحرموا حلالا هذا ده موقف الشخص موقف الشخص اللي أنا أراه في هذه الحالة فلست ضد ولست داعما لأن أذكر مرة كنت خطبت الجمعة في مصر وأنا طالف في الكلية وبعدين اتكلمت كان ساعت في مدعو الزواج فأملت الخض عن محمد صرسام زوجا ففقيت بثلاثة أربعة إخوة كنت مشاء الله اللحة الطويلة والجلبان مصيرا وخدونا بالحض بارك الله فيك يا أخي يعني نحن على هذه السنة نحن نحيي هذه السنة التي مات تقولون أي سنة؟ قالوا تعبد الزوجات تقولون أنه تعبد الزوجات أنا أكلم عن نفسه أصنعك أزوج أنا أكلم عن نفسه أصنعك أزوج أنا أكلم عن نفسه أصنعك أزوج إنما في ناس عندها هذا الهوس هوس بالرفض أو هوس بالدعوة إليه الشرع لذلك اللي بيخلي الأوضاء دي أصجاد بتبقى حادة في المجتمع تناول الناس ليها لو أنها تركت طبيعية للحياة وطبيعة المجتمعات لقبلت إنما إحنا مشكلتنا نتدخل في فطرة الناس وفي التشريع فنفسد على الناس تشريعهم وفطرتهم ونقاءهم واستقبالهم لأي أمر تشريعي خلاص كانت الناس زمان بتقبل الدية وتعفو النهاردة يقول لك لا تقبل الدية تبيع دم أخوك زي ما قالت برضو في بلادنا وبعد الناس ما نقبلش العوض العوض حرم منين العوض حرم؟ النبي سيقول من أتلف شرف عليه إصلاحه فدي ثقافات في المجتمع تفسد علينا فطرتنا الدينية واجب العلماء وأهل العلم رد الناس إلى هذه الفطرة السوية نعم وربما يكون الحديث عن الصحابة شيئا من هذا الرد ولكن إجاب أن هذا بإلى فصل الآن نتوقف مع فاصل النخير ومن ثم لنعودة موسيقى 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 أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حبة جديدة من توصف دون كون أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى آخر أجزاء حلقة اليوم الذي نبحث فيه فهم السلف لقضية تعدل الزوجات وتطبيقاتهم لها شيخ عصام الجدل في قضية التعدل لم ينحصر في العوام المسلمين والمجتمعات الإسلامية بل امتد إلى الفقهاء قديما بحثوا القضية بشكل معمق فمنهم من قال بأن الأصل في الزواج هو التعدل وأن التعدل واجب على كل مسلم منطلقين من سورة الآية الثالثة من سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة وربع إلى آخر الآية ومنهم من قال الأصل في الإفراد واستدل بأنكم لن تعدلوا فما حقيقة هذا الاختلاف وما أهمي تحرير هذا الخلاف بين الفقهاء لا هذا خلاف ليس من شاءه لا ضغوط الناس ولا الواقع المغول إنما من شاءه الخلاف في مدلول الأمر والنهي في القرآن الكريم والأمر والنهي في السنة فمن العلماء من يقول الأمر للوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن الوجوب فنظر للأمر من غير ما روش علاقة وهو مع التعدد ولا ضد يعني فرأى أن لأ مذهبه بيقول إن الأمر للوجوب طب ما فيسش قرينة تصرفه بخلاص البقاء الأصل ده وهنو من رأى أن يلأى الأصل ده هي الواحدة زي الخطيب الشربيني في كتاب مغنى المحتاج وعدد من الفقاء وقال وقال لا إن هنا لأ صرفته قرينة بيها المسألة عدم العدل وقال فين خفتم ألا تعديله والخوف الأصل عند الإنسان في ألا يعديل فالقضية لم تكن عندهم هذا الحج قضية نقاشية لذلك تليها في كتب الفقه كام ما إياه سطرين سطرين في كل مذهب سطرين ثلاثة حكم الزواب والأصل واحدة ولا لم يتوقفوا عندها كثيرا أبدا ما خدوا أبدا يعني ولا في دماغهم قضية قضية طبيعية وهي قضية وكل واحد خلاص أعرف حالته ولم يكن عند الناس ولذلك لما نقاشوا قضية لو اشترتت أن ما تزوجش عليها حقها ليه وبردو نفسها أخذت سطر وإن إذا اشترت على أن ينقلها من بلدها حقها كلها قضايا أخذت مساحتها إحنا الأزمة إن إحنا منضخم قضايا كثيرة جدا زي النهاردة تبص على كل الأفلام والمسلسلات والأغاني اللي في بلادنا العربية اللي ما يعرفش العالم العربي يقول لك العالم دي حلت كل مشاكلها ما بقاش عنه غير مشكلة واحدة بس الحب والغراب كل أفلامنا عن الحب والحبيبة واللي حب واللي في بيئس وي طب يعني ربما هذا بسبب غياب رؤوس الدعوة مثلا لا لأن إحنا موازين اللي نوزم بها القضاء فيه خلل يعني الحب مثلا ما نجي ناخده هو عاطفة صح؟ طب العاطفة ده فيه كم عاطفة في الإنسان؟ 20-30 عاطفة منها الحب ادي له نسبة طيب ابدأ من يلقاه الخارس ربنا خلق الإنسان من إيه؟ ثلاث عناصر عقل، جسد، روح ده الاغذاء وده الاغذاء وده الاغذاء يبقى تلت 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 تمام؟ تعال بعد الايه؟ اروح مناع ايه عاطفة الايه في القلب كم عاطفة؟ 20 ادي له نسبة لما تدي له نسبته وتسكنه في مكانه ياخد كم في التمامك 5%؟ 10%؟ نعم إنما احنا مشكلة عندنا فيه مغالاة فنفس الحالة دي كتا عند الفقاء والصحابة لا تأخذ هذا الحيز نعم لكن في قضية التعدد نبقى دائما شيخ حصام يعني المثال دائما فهما وتطبيقا هو عند السلف وتحديدا الصحابة ثم التابعون وتابعوا التابعين نعم شيخ حصام كيف فهم الصحابة أو تعامل الصحابة مع هذه القضية فهما وتطبيقا تعاملا عمليا زي ما قلت يا سيديا التعامل مع القضية قضية أنها أمر تشريعي قد يكون حراما قد يكون واجبا قد يكون مباحا فكل بحالته وتعامل بباب مبدأ القدرة زي ما قلت فيه اللي تجوز اثنين وثلاثة واربعة فيه اللي تجوز واحده وفيه اللي بجوز خالص في السلف وفي العلماء لا حد قال اللي ما تزوغش يا متنطع ولا حد قال اللي متعدد يا فلاتي يا بتاع الستان ولا حد قال اللي بجوز واحده يا خوافي يا جباني اذا ما بجوزش واحده لا تجد في أدبيات الصحابة والسلف الكلام ده ويترجم له ترجمة عادية جدا تزوج وخلاص وكان بيهتمهم أنه تزوج كم واحدة من باب أنه هل لو تزوج الراوي واحدة غير مسلمة عشان يعني حكاية الكتب قد تعبث بها في غيابه فكانت المسألة موجودة ولم يكن اهتمام في التراجم لما تقرأ أنه متجوز كم واحدة إلا لو فيه مواحدة من النساء لها قصة مرتبطة بشيء معين فقط ولذلك ورأينا عبد الملك بن مروان يتزوج مطلقة الحجات في قصة نادرة لها طرفة رائعة تتحكي مبدعة لكن الشيان اللي أقصده المجتمع أشهد وده خليفة الجوز مين مطلقة واحد شغل يعني تحت منه ولم يكن عند المجتمع الحسدي فالمجتمع صحابة وسيدنا السيدة أسماء بنت عميس الجوز كم واحد الأول جاء فرط ثم لما مات أبو بكر ثم علي وأنجبت من ثلاثة والثلاثة لم يكن هناك أي حساسية في المجتمع لا المجتمع ولا غيره والأولاد يعني عاشوا مع بعضهم بهذا الأمر ووجد بقى صحابة آخرين وعدد لا حصر له من تزوج ومن عدد ومن ما يتزوج ولتزوج واحدة واللي سافر واللي هاجر والأمر عاش بين الناس وعرف من الصحابة لتزوج واحدة واللي عدد زي سيدنا عمر وإلي لا زي سيدنا زي سيدنا الزبائر بن العوام ربنا زبائر عنده بغير جدا وانجبت غير السيدة أسمها وعنده مبد الرحمن بن عوفي اللي جاوز واحدة واثنين وثلاثة فهي وجد بين الصحابة بين السلف تعامنوا على القضية قضية معيشية لكن الذي كان يغلب على الصحابة أكثر هل كان يغلب التعدد أم كان يغلب الإفراد ما نقدرش نقول نسبة يعني ما نقدرش نقول نسبة إن كان الأصل إيه لإني ما فيش أمر تشريعي بإني إيه الأصل لا الوحدة ولا الأربعة لكنهم كانوا يتشبهون بنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء فما بالك أن يكون طيب واللي تجاوز واحدة تشبه بيه في إيه لإني ده عارفين ده مش مقام تشريع لإني كل واحد له ما يناسبه تشريعا لإني عارفين ده من خصوصياته صلى الله عليه وسلم زي قيام ليه الفرض في حقه والوصال جائز في حقه أنا ما ينفعنيش كام مش بتاعي الشرع مده ليش الشرع قال لي أنا في حالات أقتدي بيه فيها في حالات ده خاصة به هو بس فهنا الصحابة والسلف والتابعين تعاملوا مع الأمر كقضية معيشية لم تكن تأخذ أكبر من حجمها كما كانت في زمنين خدت حجمها الطبيعي ولذلك زلت مسكونة في كل كتب الفقه في سطرين في كل كتاب مذهبي ما خدش أكتر من كده أشكرك شكرا جزيلا لك في اختمة الحقه الشرعيصان في اختمة الحقه أشكر الشيخ عصان تليم الباحث الاسلامي على هذا اللقاء وشكر لكم على حسن المتابعة في حراسة الله تعالى ترجمة نانسي قنقر